بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كثير من الأخ والأخوات يبعثون إلينا برسائل حول كيفية رؤيتهم لصاحب الزمان عليه السلام في عالم الرؤية وذلك إما عن طريق صلاة الاستغاثة بصاحب الزمان أو عن طريق قراءة دعاء الندبة أو عن طريق زيارة آل ياسين أو دعاء الفرج والكثير من الأذكار والأوراد التي ذكرناها في قناتنا على اليوتيوب صباحات ولائية ويريدون مننا بأن نذكر بعض الدلالات وبعض الرموز نفسرها لهم وهذه بعض الدلالات والرموز إذا ما رأيت صاحب الزمان عليه السلام في عالم الرؤية أولا إذا رأيت صاحب الزمان عليه السلام في عالم الرؤية بأي حال كان يدل أن الصلاة التي أنت قمت بها تدل أن هذا الذكر الذي أنت قمت به بدأ أثره يظهر عليك وهذا أول الوصال والارتباط الملموس مع صاحب الزمان سلام الله عليه ثمار هذه الصلاة بأنها قد أوصلت صوتك لصاحب الزمان عليه السلام والتفت إليك وزارك في عالم الرؤية هنيئا لك ليس كل أحد يستطيع أن يتوفق أو أن يوفق لرؤية صاحب الزمان سلام الله عليه ولكن إن شاء الله نيتك الصادقة أوصلتك لصاحب الزمان أما إذا رأيت صاحب الزمان عليه السلام وهو راض عنك أو مبتسم فيدل أنك تعمل أعمالا صالحة وإنك على الطريق الصحيح فثابر على ذلك حتى تصل إلى رضاه وبعد ذلك تنال مرادك في قضاء حاجتك أما إذا رأيت صاحب الزمان عليه السلام غاضب منزعج منك لا ينظر إليك أو أي علامة تدل على عدم رضاه عليك فتدل على أن لديك أعمال أو صفات غير جيدة يريد صاحب الزمان عليه السلام أن يلفت نظرك لها ويرجو منك أو يأمرك فهو الإمام المعصوم ولي الطاعة فهو يأمرك من باب مصلحتك أن تترك هذه الأعمال التي تعرقلك في الوصول إلى غايتك وقضاء حاجتك أما إذا رأيت مولانا صاحب الزمان عليه السلام قد أعطاك شيء مثل أعطاك ورقة وردة حلوة أو أي شيء آخر فهذا فيه بشارة كبيرة بقضاء حاجتك إعطاء النقود رزق وإعطاء الوردة سعادة وإعطاء الورقة تغيير الحال وإذا أخبرك صاحب الزمان عليه السلام بشيء في عالم الرؤية فهو سيكون حتما وقطعا سيكون على أرض الواقع كما قال لأن لديه علم ما كان وما سيكون وما يكون إلى يوم القيامة وهذا فضل الله على أهل البيت عليه السلام وإذا رأيت مولانا صاحب الزمان عليه السلام يكتب في كتاب أو في سجل أو في ورقة فهذا يدل على شفاعته لك وسيغير حالك ويكتب لك أقدارا جديدة وقضاء للحوائش كثيرة إن شاء الله تعالى هناك رموز كثيرة جدا لا يمكن إحصاءها بسهولة لذلك من كانت لديه رؤى وأحلام حول صاحب الزمان سلام الله عليه أو غير ذلك يمكنه التواصل معنا عن طريق هذين الرقمين فقط لا ثالث لهما في تفسير الأحلام والرؤى التابع لقناتنا صباحات ولائية أمين محمد رقم الأثير أو رقم الآسي أيضا وهذه خدمة قد فتحناها توا لم ينضي عليها إلا أيام قليلة لتفسير الرؤى والأحلام لجميع الأخوة والأخوات المتابعين لنا إن شاء الله تعالى ليس لدينا أرقام أخرى وكل من يدعي بأن لدي أرقام أخرى لتفسير الأحلام غير هذين الرقمين فمع احترامي ليس بصادق وهذا ما رأيته في قنوات وحسابات كثيرة برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام